في فيديو اليوم سنتعرض أفضل أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي هذه الأداة تعتبر أفضل وأسهل بديل مجاني لميت جيرني وهي أداة مجانية open source بلا حدود للاستخدام سنتعلم كيفية تستخدمها على جوجل كولاب وممكن كمان تستخدمها على جهازك الشخصي بدون إنترنت إذا كنت تنتلك جهاز قوي يسمح بتشغيلها عن طريق هذه الأداة سوف تحصل على نتائج أفضل من ليوناردو أو أي أداة أخرى لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي كل الصور الظهرة أمامكم على الشاشة تم توليدها باستخدام هذه الأداة الرائعة وهي تمتاز بسهولة الاستخدام ومش هتحتاج تتعلم تكتب برومبت معقد علشان تنتك صور ممثلة قبل بلاية الفيديو وفكركم بالاشتراك واللايك والشير لأن ده بيساعدنا على تقديم محتوى أفضل يلا بينا نبدأ الفيديو الأداة اللي بنتكلم عليها النهاردة اسمها focus لتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي والكود بتاعها متاح للاستخدام المجاني على موقع جيت هاب الأداة دي مصممة من موديل stable diffusion excel وممكن تثبتها على جهازك الشخصي واستخدامها بدون انترنت زي ما هو واضح قدامنا وopen source ومجانية تماما أيضا تم تحسين الموديل اللي فيها بحيث أنه يقبل مني أقل كلمات في البرومبت يعني مش محتاج أنه نكتب برومبت معقد علشان أعمل صورة شكلها حلو زي ما حنشوف في الأمثال اللي حنستخدمها في الفيديو أيضا الأداة دي يمكن استخدامها على جهازك الشخصي ولكن بتحتاج متطلبات عالية شوية في التشغيل زي أنه يكون عندنا كارت شاشة على أقل نفيديا 3060 بيحتوي على 6 جيجا بايت رام علشان نهرب من المأزق ده هنستخدم جوجل كلاب اللي ما يعرفش إيه هو جوجل كلاب وهي منصة من جوجل بتتيح لمبرمجين المطورين أنهما يشغلوا ويطوروا أكواد مكتوبة بلغة بايسون على سرفرات الهاردوير أو الأداة بتاعها قوي أول حاجة هنعملها أنهن هنثبت الأداة على جوجل كلاب وطبعاً اللينك أنا سايبها لكم في وصف الفيديو أول شيء هتأكد أنهن أعمل لوجن بالجيميل أكاونت بتاعي وبعدين هدوس على السهمة ده واختار change runtime type وبعدين أتأكد أنهن مختار الاختيارات دي أهم حاجة فيهم أنهن مختار اختيار الجي بيو وبعدين أقول له save وادوس على connect to runtime بعد كده حضعت على الزرار ده علشان هنفز خطوة التثبيت زي من شايفين جوجل كلاب ابتدى أنهن هو يثبت الأداة على النوت بوك طبعاً كل الخطوات دي ما بتحصلش عندي على الجهاز دي بتحصل على سيرفر جوجل كلاب ممكن أثناء التثبيت يحصل عندكم إيروز زي ده بس هو لسه برضو بيثبت تجهله تماماً ما فيش فيه أي مشكلة أول ما جوجل كلاب بينتهي من تثبيت الأداة بلاقي فيه عنوانين طالعين لي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ومكتوب هنا تحت خالص app started successful use the app with العنوان ده أو العنوان ده طبعاً هختار العنوان التاني هدوس عليه كده هيفتح لي ويندو جديدة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده هتأكد طول ما أنا شغال على الأداة إن أنا مش حقفل ويندو الأساسية بتاعة جوجل كلاب طبعاً هتجنب إن أنا هدوس على زرار stop ده علشان البرنامج المفروض إن هو يفضل شغال في الميموري أداة focus فيها نظامين للتشغيل والنظام العادي أو ال simple mode والنظام ال advanced طبعاً هنشرح الاتنين بالتفصيل زي ما قولنا الأداة دي بتمتاز بأن أنا ممكن أكتب برومبت بأقل علب من الكلمات ومش محتاج تعييدات كتير فالناس اللي عندها مشاكل في كتابة البرومبت أنا هقول لكم أبسط طريقة ممكنة هدخل على جوجل ترانسليت وأنا مثلاً عايز أكتب رجل عربي عجوز يحكي قصة كتبتها على جوجل ترانسليت عشان يترجمها لي بالانجليزي عادي جداً وقل له copy واجه هنا في أداة focus وبعدين paste وبعدين أقول له generate الميزة في الأداة دي أنه هو بيوريك شكل الصورة وهي بتتكون المعروف أن كل مواقع توليد الصور بالذكاء الاصطناعي هو عبارة عن بيكون أكتر من صورة فوق بعض وفي الآخر خالص بيطلع لي صورة نهائية فده نفس الشكل اللي انتو شايفينه بيحصل دلوقتي طبعاً الصورة النهائية هتتكون معايا بعدما الباردة يوصل لحد الآخر تماماً بعدما بيخلص بيديني اختيارين للصورة لو دست على أي صورة منها وكده بيعرضها لي زي ما انتو شايفين طبعاً من أول مرة ومن prompt قصير جداً مفوش أي تفاصيل ولعت لنا صورتين بالجودة العالية اللي انتو شايفينها دي لو أنا عايز أحفظ أي صورة منهم على جهازي هتكريت كليك وقول له save image as واحفظها بمنتهى السهولة على الجهاز ده منظر الصورة النهائية عندي زي ما انتو شايفين من أول مرة تلعت بالجودة دي ممكن نجرب مثال تاني بنفس الطريقة برضو على جوجل ترانسليت هكتب مثلاً تنين مجنح أسطوريا الفوزنار هاخد الترجمة copy زي ما هي وبعدين هدخل على أداة focus وبaste وقول له generate طبعاً شغال بنفس الطريقة بيكون صور فوق بعضها وفي الآخر خالص بيطلع لي الصورة النهائية ده منظر الصورتين النهائي اللي طلعلي طبعاً حاجة في منتهى الجمال عندي بقى بعد كده حاجة روعة في البرنامج ده واللي هو المود الـ advanced لو جيت تحت كده ودوست على advanced ده بقى ان هو يطلع لي اختيارات كتير اول حاجة اللي هي الـ performance لو انا مختار speed ده معناه ان هو هيعمل الصورة في وقت اقل ولكن بجودة اقل فطبعاً احنا هنختار quality عشان احنا عايزين صورة بجودة اعلى من هنا ممكن اختار اي مقاسة عايزه من هنا ممكن اغير عدل الصور هما اساساً بيبقوا صورتين ولو انا عايز اضيف negative prompt من هنا برضو اقدر اعمل ده random دي لو دوست عليها كده هيطلع لي seed number ده لو انا عايز اسبته تسيد نمبر زي ما انتو عارفين فايدتها ان هي بتحافز على الـ style بتاع الصورة لو انا بعمل منها اكتر من نسخة بعدين بعد كده عندي حاجة اسمها style style دي بقى حاجة تحفة في هذه الاداة دي عبارة عن styleات جاهزة بتغير لك شكل الصورة تماماً يعني مثلاً في نفس الـ prompt اللي احنا كتبينه ده حاجة اقول له ان انا عايز style comic book على كده نجرب نعمل نفس الصورة دي بعد ما غيرنا الـ style المفروض comic book ده يعني هيغير لي الصورة زي قصص الكارتون زي ما ان شايفين دي الصورة النهائية بقت واخدة طابع مرسوم اكتر عندي حاجة تانية برضو هنا مهمة جداً حاجة اسمها الـ row mode كتب لك عليه ايه بقى كتب لك similar to meet journey row mode الـ row mode ده معناها ان الزكاء الاصطناعي بيحاول يستخدم الكلام اللي انت كتبه بالزبط بيحاول ان هو ما يبدعش من عنده ولكن يستخدم اللي انت كتبه حرفياً فلو علمنا على row mode وغيرنا مثلاً مود بالمنظر ده cinematic او سينمائي وبعدين generate ده منظر الصورتين النهائي اللي طلعوا لي دي الصورة الاولانية ودي الصورة التانية طبعاً يا جماعة انا مش بجرب اكتر من مرة يعني انا بجرب معاكم على طول ودي الصور اللي بتطلعلي من اول مرة وده مش الطبيعي في حاجة مثلاً زي ليوناردو او بلاي جراوند اي 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 فعلاً الصور اللي بتطلع هنا افضل بكتير من ليوناردو وبلاي جراوند خليونا مثلاً نجرب نكتب رومب التاني اتابت بمنطقة البساطة اهرامات الجيزة مصر هرجع بقى المود تاني لسينماتك كده وبعدين اقول له generate والعزة بسيطة ممكن وانتو شغالين يوم طلع لكو ايروش زي ده auto memory ده معناها ان memory بتاعت كارت الشاشة انتهت او خلصت نتيجة اللي ان احنا عملنا صور كتير ففي الحالة دي لازم اعمل stop بالمنظر ده كده وبعدين play تاني وبياخد حوالي تلات دقيق علشان يقوم في اول مرة داني مرة بياخد زمن اقل ممكن تبقى دي او نص مسلا ده شكل الصورتين النهائي بتوع الاهرامات دي الصورة الاولانية ودي الصورة التانية عايز بقى وريجه الفرق الرهيب في تغيير المود يعني انا مسلا لو جيت نزلت تحت كده واخترت المود بتاع dark fantasy وبعدين نعمل نسخة تانية من الصور دوسوا بقى الابداع في الصور بقى عامل ازاي ادى للصور طبع اسطوري اكتر دي اول صورة ودي تاني صورة يبقى تغيير المود هنا عندنا طبعا زي من شايفين عادت كبير جدا من المودز اللي ممكن تختار منها تغييرهم بيغنيك عن كتابة وصف هنا طويل اوي في البرومبت عدت كتب بقى cinematic او cartoon او disney style او كذا او كذا هو هنا ميزة ان هو مزبط لك ده في مودز جاهزة ايضا دي امثلة اخرى لما غيرت المود للوجو يعني دي مثلا مود اخر اسمه stickers عملي نفس الرسمة في شكل sticker ودي لجوهات طلعلي افكار كتير لنفس الرسمة بس على شكل لوجو طبعا ده عن طريق تغيير المود من هنا للوجو design او sticker design طبعا يا جماعة تغيير المود شيء ممتع جدا في هذه الاداة ايضا الحاجة عايزة اقول لكم عليها وهي الـ advanced هنا فيه اختيارات كتير ممكن تغيروا فيها لكن اللي عايزة الفت نظركوا اليه حاجة اسمها sampling sharpness ودي لو زودتها كده مثلا دركتين زيادة خلتها خمسة مثلا دي بتزود التفاصيل في الصورة يعني مثلا هنا لو انا عملت رمبت جديد كتبت رجل عربي وسيم handsome arab man وبعدين اقول له generate ده شكل الصورتين النهائي دي اول صورة ودي تاني صورة فايدة الاختيار ده ان هو بيزود التفاصيل في الصورة يعني لو بصيته كده على تفاصيل الوجهة حتلاقيها اضاقة اكتر ينفضل طبعا ان احنا ما نزودش على خمسة عشان القيمة الزيادة اوي هنا بتجيب نتيجة عكسية وده نفس الـ prompt بس اغيرت الـ style وخليته horror او رعب واضفت كلمة terminator face دي اول صورة ودي تاني صورة طبعا اداة focus ما فيهاش تكبير للصورة زي mate journey مثلا فبافتراض ان انا اي صورة من اللي انا عملتهم بـ focus dual لو انا عايز اكبرها اي صورة من الصور اللي احنا شايفينها قدامنا دي هدخل على اداة تكبير الصور من capcat وعدين اقول له upload اختار الصورة اللي انا عايز اعمل لها تكبير وopen من على اليمين خالص هختار انا عايز اكبر الصورة قد ايه طبعا ممكن اختار اعلى resolution وبعدين اقول له upscale بعد كده من هنا بقول له download لو بصينا بقى على الصورة الجديدة لو كبرناها كده لحد 100% زي ما نشايفين التفاصيل في الصورة زادت بشكل كبير جدا وبقى صورة واضحة جدا لو انا حابب اشيل الخلفية برضو هستخدم اداة ازالة الخلفية من capcat بعد انبديله الصورة بتاعتي ده منظر الصورة النهائي بعد ازالة الخلفية ممكن بقى اقول له export عشان اعمل حفظ للصورة دي عندي على الجهاز طبعا لو اي حد عنده مشكلة في جوجل كلاب يكتب لي في الكومنس وانا اكيد حساعده بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى انتوا تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير لان ده بيساعدنا على تقديم محتوى افضل واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله